من جانبه أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن التعاون والتكامل في آداء المسؤوليات الوطنية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعتبر نهجا ثابتا في مسيرة العمل الوطني الزاخرة وقاعدة راسخة لتفعيل توجيهات حضرة صاحب الجلال عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاء المنادية دوما إلى تطوير التشريعات والقوانين الوطنية لتكون بمثابة دعامة أساسية للبرامج والاستراتيجيات الحكومية الرامية للبناء على ما تحقق من نهضة شاملة في مملكة البحرين وأشاد الصالح بالدعم الملكي الذي تحظى به السلطة التشريعية بما يمكنها من مواصلة ما تطلع به من مسؤوليات تشريعية مشيرا في الوقت ذاته إلى حقيقة التعاون الوثيق والعمل الإيجابي المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بفضل الاهتمام والمتابعة المباشرة من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وما يوليه سموه من حرص كبير ومشهود على تعزيز مسارات التشاور وإيجاد المزيد من أطر التنسيق بين الجهات والمؤسسات الحكومية والسلطة التشريعية